اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وحسن معاملة الناس فهو كان يتمتع بالأخلاق العالية جدا والتواضع للجميع من غير تمييز الى جانب التواضع الترحاب البشاشة التواضع وبساطة يحب انه يضفي جو يشيل الكلفة يرفعها بكل الطرق اشتركوا في القناة يجلس للناس اليوم ثلاث أربع مرات مجلسه مفتوح وقد مثل مجلسه الأسبوعي قمة التفاعل بين الحاكم والمحكوم كان موجودا في جميع المناسبات الله يرحمه كان يحب الشعب يحب الناس يقدرهم يبتسم ويحيي وهو لا يعرف الإنسان نحن كل شيخ الأيسى كل من الذين لم يجب underneath الحين كل شيخ الأيسى رحيث سيكون لك شركة الأيسى ما يعرفه فيه القناة عدم التي يعرفه ليس ليس له فيه وله لكل من المهم لأنه كان من أبشايا للناس كان من أبشايا للناس كان من أعزال صاريخ فيه فصال الشيخ عيسي لا يمكن أن الإنسان يحصروها أو يحدها فهو جلب للبحرين خيرا كثير هذه صفات الصفات الخير عيس الخير من صفاته التي عرفت عنه الكرم في عهد أكرم الكثيرين ووزع الأراضي على كثيرين وساعد الكثيرين ويسر لمن لا يملك بيت أن يملك بيت الشيخ إيسا كان أكثر من أجل المقبلة التي أحدثت انتقال البحرين في عهده إلى مستوى الدولة الحديثة تم بمتابعة شخصية يومية من المغفور له البحرين تقدمت ألف برّة عن ما كانت عليه في السابق في عهد صاحب السمو الشيخ إيسى من سلمان جلب سمعة كبيرة للبحرين يعني كان يعامل المواطنين كصديق وللكبار كأخ أكثر من معاملة حاكم لمحكوم فهذه الناحية الإنسانية في حياة المغفور للشيخ إيسى جعلت القلوب تميل نحوه كثيرا وكان فقده عزيزا على كل مواطن الناس تحبه كثير لأنه كان يحب الناس مواطنين مع شيخ إيسى كانت مواطنين جدا وكانت مواطنين جدا ليس كثيراً لكي أن يكون شخص مواطنين جداً لكي أن يكون مواطنين جداً لأمسكي ولكننا قلناها وعندما على الأولى عندما أعطي 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 كانت كبير محبوظة ومعاً وقد أشعرني كثيراً في حياتي أنني أعطي أن أستطيع أن أتحدث معه بكل شيء هذه هي سيرة عيسر بن سلمان طول حياتي شكراً للمشاهدة